السلام عليكم ازايكو؟ عامين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير هنتكلم النهاردة عن الوحدة الرابعة في التاريخ بعنوان الدرس الاول فيها بعنوان خلفاء محمد علي وازدياد النفوذ الاجنبي في الوحدة دي او بنتكلم فيها عن خلفاء محمد علي خلفاء محمد علي دول ما كانوش على نفس شاكلته او على نفس منهجه سواء من حيث قوتهم او وعيهم احنا عرفنا في الوحدة اللي فاتت بالتحديد في اخر درسين ان محمد علي قدر يتخلص من كل الصعوبات اللي كانت بتواجه حكمه سواء الصعوبات دي كانت صعوبات داخلية او صعوبات خارجية وبعد ما محمد علي تخلص من الصعوبات دي قدر ان هو ينفرد بحكم مصر ويبني مصر على النسق الاوروبي او على النسق الحديث وقدر يعيد بناء مصر سواء بناء اقتصادي او سياسي او عسكري بناء مصر بشكل كامل وحتى في حروب محمد علي التوسعية على حساب الدولة العثمانية خلفاء محمد علي دول بقى مكنوش على نفس منهج محمد علي او على نفس شاكلته من حيث القوة او الوعي بدليل ايه؟ بدليل ان خلفاء محمد علي دول ما اثبتوش اي كفاءة في الحكم وان امور زمان امور البلاد كانت منفلتة من ايديهم ايضا دهمتهم الموجة الغربية في الوقت ده الذي لم يمتلك فيها اي منهم اي من حد منهم الكفاءة اللازمة للمواضحة تالت حاجة واهم حاجة انهما ما كانوش على نفس شاكلة محمد علي سواء من حيث القوة او الوعي انهم كانوا بيتأرجحوا او في منهم كان بيميل ما بين مؤيد لفرنسا او بريطانيا او حتى الدولة العثمانية كان في منهم بيجي بيحس ان هو مائل الاكتر او عنده رغبة في ان هو يقيد قرارات فرنسا في منهم كان بيقيد قرارات انجلترا في منهم كان بيقيد قرارات الدولة العثمانية وده كان طبعا على حساب مصر واستقلالها وعلى حساب ايضا تقدمها طيب قبل ما نتكلم عن خلفاء محمد علي دول عايزين كده نقسم خلفاء محمد علي محمد علي طبعا زي ما انتم عارفين ان محمد علي تولى من عام 1805 لحد عام 1848 طيب وبعد عام 1848 دي محمد علي توفى؟ لا محمد علي ما توفيش محمد علي تدهورت صحته بشكل كبير جدا وكان في مجلس وصاية عليه نتيجة تدهور حلته الصحية واتولى ابنه ابراهيم باشا ابنه ده او حفيده ابراهيم باشا ده يعني ما قاعدش في الحكم غير وقت قليل جدا وما الكمين ابن محمد علي على طول ابن محمد علي هو طوصن باشا طوصن ده اتوفى بسرعة فيه ومحمد علي نفسه كان عايش يعني طوصن ده متولاش الحكم؟ لا متولاش الحكم وما المين اللي تولى الحكم بعد محمد علي فترة قليلة شهور وبرضو محمد علي كان وقتها كان لسه عايش هو ابراهيم باشا طوصن ابنه مين بقى؟ عنده اولاد مين كمان؟ عنده عباس باشا محمد علي ايضا عنده سعيد باشا طيب تفتكروا بقى مين بيتولى الحكم بعد ابراهيم باشا؟ طبعا اكيد كلكو هتقولولي عباس باشا هتقولولي اسفة سعيد باشا لا هو للأسف سعيد باشا مش هو اللي تولى على طول اتولى بعد دي على طول عباس الاول هو اللي تولى الحكم باعتبار ان هو اكبر ابناء احد ابناء محمد علي الزكور سنن في الوقت ده كان اكبر كمان من سعيد باشا عباس باشا وده اول واحد احنا هنتكلم عنه تولى الحكم من عام 1848 لحد عام 1854 كل واحد من دول او كل خليفة بيجي بعد محمد علي لمميزات ولمساوئ او عيوب هنتكلم عنها مميزات عهده الراجل ده عباس باشا ده ما كانش وراه غير اصلاح الطرق وانه عمل طرق اصلح الطريق البري ما بين القاهرة والسويس وبدأ في انشاء اول خط سكة حديدي بيربط ما بين القاهرة والاسكندرية الكلام ده كان سنة 1852 يبقى الراجل ده عمل حكتين في الطرق اصلح الطريق ما بين القاهرة والسويس صلحه وعمل وبدأ في انشاء طريق خط سكة حديدي او الخط سكة حديدي ما بين القاهرة والاسكندرية عام 1852 ليه مساوئ او ليه مساوئ مساوئ عصر فاكرين النهضة اللي محمد علي كان عملها في الثقافة وفي التعليم الراجل ده جي ودمر بشكل كبير جدا النهضة اللي عملها محمد علي فعهده اغلقت جميع المدارس او معظم المدارس واغلقت ايضا معظم المصانع وتم تخفيض حجم الجيش عدد الجيش يعني تم تخفيض عدده وعطلت اعمال الترسانة البحرية فاكرين الترسانة اللي كانت لصنعته لصفنه اللي عملها محمد علي عطلت ما بقيتش تشتغل طيب بيجي بعد عباس سعيد باشا بقى اللي تولى الحكم من عام 1854 لحد عام 1863 كل واحد لي ايضا مميزات ولي عيوب مميزات عصر سعيد باشا هو اسمه سعيد او محمد سعيد باشا الاتنين واحد شاهدت البلاد في عهده تقدم كبير جدا في كل المجالات في الزراعة طهر ترعة المحمودية اللي كان محمد علي كان حفرها او انشأها علشان تفي بحق ترىي والزراعة الراجل ده عمل حاجة مهمة جدا جدا في مجال الزراعة وهي انه اصدر اللائحة السعيدية السعيدية على اسمه اصدر اللائحة السعيدية دي في اغسطس عام 1858 اللائحة السعيدية دي بتقول ايه؟ بتقول ان الفلاح حق توريس الارض الزراعية ليه هو الفلاح في قبل كده ما كانش له الحق في توريس الارض الزراعية؟ لا ولا في نظام الالتزام ولا حتى في النظام اللي عمله محمد علي اللي هو طبعا نظام الاحتقار لكن في عهد سعيد اللائحة السعيدية تم او اصبح للفلاح حق توريس الارض الزراعية في النقل والمواصلات الراجل ده محمد سعيد انشأ خط حديدي ما بين الكاهرة والسويس لكن اللي اصلح الطريق البري ما بين الكاهرة والسويس هو عباس باشا اللي اتم بقى الخط الحديدي ما بين الكاهرة والسويس اللي كان بدأوا عباس هو سعيد باشا واللي اتم بناءه مادة الخطوط التلغرافية ما بين الكاهرة والسكندرية والسويس التلغراف ده زي الجوابات كده زمان الجيش والبحرية جعل مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة وبتكون اجبارية للجميع فتح باب الترقي للدباط المصريين ليه هم الدباط المصريين كانوا بيوصلوا لحد رتبة معينة وما كانوش بيترق وبعد كده لا هو فتح باب الترقي لبعد الرتب دي كمان اعتنى بالترسانة البحرية اللي كان تم اهمالها او عطلت في عهد عباس اعتنى بيها واقعاد اصلحها مرة اخرى كل ده في عهد الخديوي محمد سعيد باشا او سعيد باشا طيب ما سوق عهده بقى التعليم الغى ديوان المدارس الراجل ده قم متناقض جدا الغى ديوان المدارس اللي هي زي دلوقتي وزارة التربية والتعليم وفي نفس الوقت شجع على البعثات الاجنبية ازاي انت بتقفل المدارس وازاي انت بتشجع على البعثات الاجنبية غريب في مصر وفتح لها مدارس في الكاهرة واسكندرية قمة التناقض في التدخل بقى الاجنبي في عهد محمد سعيد او الخديوي سعيد بدأت الكروض الاجنبية او ازياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر بسبب ثلاث حاجات بسبب الكروض الاجنبية وهنتكلم عنها بالتفصيل وامتياز حفر قناة السويس ودول هنشرحهم دلوقتي بالتفصيل يبقى مساوئ عصر محمد سعيد باشا او سعيد باشا اغلاقوا لديوان المدارس وشجع على البعثات الاجنبية وانشأ لها مدارس في الكاهرة واسكندرية والتدخل الاجنبي في شؤون مصر بسبب الكروض وبسبب الامتياز حفر شركة قناة السويس اول حاجة هتكلم عنها في مساوئ عهد سعيد هي الكروض الاجنبية اعتمد سعيد باشا على رؤوس الاموال الاجنبية يعني كان بيستلف من الدول الاجنبية كان بياخد من الدول الاجنبية كروض او فلوس بضمان الاملاك اللي موجودة هنا في مصر وكان اول كرد ياخده من بريطانيا عام 1862 وبدأت تتوالى وتتعدد الاستدانات من الدول الاجنبية لحد ما زادت جدا الاستدانة على الخزانة المصرية وما بقناش قادرين ان احنا نسد تاني حاجة من ضمن مساوئ عهد سعيد ايه الامتياز شركة حفر شركة قناة السويس في واحد مهندس اسمه فردناند ديلي سيبس الراجل ده مهندس فرنسي راح لسعيد وقال له انا هعمل شركة ايه رأيك انا هعمل شركة هنا في مصر وهحفر ليكم قناة بتسمى قناة السويس القناة دي بتربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط القناة دي ليها نعمل عقد ما بيننا وما بين الحكومة المصرية العقد ده لي شروط سعيد طبعا وافق على الامتياز ده او الشركة دي والشروط بتاعت القناة دي عقد الامتياز الاول اللي هو كان في نوفمبر عام 1854 بيقول ايه بيقول ان احنا هنمنح فردناند دالاسيبس ده المهندس ده امتياز امتياز تأسيس او حفر شركة قناة السويس الاستثمار بتاعها او ان الفلوس بتاعتها او العائد بتاعها يفضل لصالح الشركة دي او لصالح فردناند دالاسيبس ده لمدة 99 سنة من تاريخ فتح القناة مش من تاريخ حفر القناة ده اول امتياز طيب الامتياز بقى التاني ده كان في سنة اه 1856 والشرط التاني ده كان مكحف جدا او ظالم جدا لحقوق المصريين ليه كان بيقول ايه كان بي كان الحكومة المصرية هتدي شركة فردناند دالاسيبس ده تلات اه حاجات من غير مقابل انهم طبعا هيعملوا قناة السويس هنا في مصر هيحفروا ترعة بتوصل المياه للقناة وهي ترعة الاسم عليها اه هننشئ فرعين للري والشرب عشان يستمدوا ميتهم من ترعة الاسم عليها والحاجات دي الحكومة المصرية بتمنحها ودي حاجات عادية لتلاتة لانا قلتهم دول لهو انشاء قناة السويس وحفر ترعة المياه الصالحة للمياه للملاحة النيلية اللي هي ترعة الاسم عليها انشاء فرعين للري والشرب بيستمدوا مياههم من ترعة الاسم عليها ومال ايه بقى المقحف المقحف اللي انا هقوله دلوقتي اللي هي الاربع او الخمس شروط دول اللي انا هقوله ان الحكومة المصرية بتتنازل عن كل الاراضي الصالحة لانشاء القناة دي وعن الترعة المخصوصة لحفر المياه مجانا لصالح الشركة يعني الشركة مش هتدفع اي فلوس للناس دول او للمصريين حتى مش هتدفع اي فلوس الحكومة المصرية هتتنازل عنها للشركة مجانا للشركة في فرض ما تشاء من رسوم على السفن اللي بتمر في القناة الملاحية او الترعة العزبة دي يعني هتفرض 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه هاي براحتها هتفرض الرسوم اللي تعجبها ان 80% من العمال هيكونوا مصريين اللي هيحفروا شركة قناة السويس يعني اربع اخماس العمال هيكونوا مصريين وللأسف اعداد كبيرة جدا من المصريين ماتوا في حفر قناة السويس الغريب بقى ان مصر هتحصل على صافي من الارباح دي كلها 15% بس ودي طبعا نسبة قليلة جدا مقابل الاراضي والامتيازات الممنوحة للشركة طبعا اخر حاجة بيصدق السلطان العثماني على امتياز حفر شركة قناة السويس لصحة القناة يعني القناة لها او فردناند دي لسيبس الشركة بتاعته لها الحق التصرف بالكامل في القناة وللأسف الشرط التاني ده كان شروطه مكحفة جدا لمصر وللمصريين وفعلا بدأ العمل او الحفر في شركة قناة السويس عام 1859 طيب عصر الخدوي سعيد زاد فيه التدخل الاجنامي زي ما تكلمنا من شوية بسبب القروض وسبب امتياز شركة قناة السويس طيب انا كده خلصت الخدوي عباس والخدوي سعيد باشا ومن بيتولى الحكم بقى بعد خدوي سعيد او بعد سعيد باشا اسماعيل باشا اسماعيل ده هو ابن ابراهيم باشا هو ابن ابراهيم باشا يعني هو مش مش تبع محمد علي اتبع برضو يعني ابنه برضو بس هو حفيد لي الخدوي بقى سعيد ده هيعمل شوية قرارات كده علشان كل الابناء اللي يجوا او اللي هيتولوا الحكم من بعد اسماعيل ده هيكونوا من نسل اسماعيل وليس من نسل محمد علي ده اللي انا عايز اقوله يعني لحضراتكم فعهد الخدوي اسماعيل بيتولى الحكم من عام 1863 لحد عام 1879 بيمث العصر اسماعيل فترة من ازهى فترات التقدم في كل مجالات او في كل تاريخ مصر الحديث وفي نفس الوقت هي اخطر فترة بتمر على مصر من حيث تظهر مالي وانهيار استقلال مصر السياسي للأسف طبعا زي ما اتفقنا في الاول خالص كل خداوي او كل حد بييجي من خلفاء محمد علي لمساوئ لمميزات ولمساوئ او عيوب هنتكلم الاول عن مميزات اسماعيل في الزراعة في الزراعة زادت مساحة الاراضي بشكل كبير وسع رقعة الاراضي الزراعية هفر العديد من الترع اهمها طبعا ترعة الابراهيمية انشأ قناطر على النين ده في مجال الزراعة مجال الصناعة قعد نشاط الكثير من المصانع توسع في انشاء مصانع السكر في الواجه الابلي في التعليم والنهضة العلمية قعد فتح دوان المدارس اللي تم اغلاقه في عهد سعيد باشا قعد فتحه مرة اخرى وسع قعد انشاء وتوسعة المدارس وانشأ دار الرصد بالعباسية وانشأ دار الكتب الموجودة لحد دلوقتي ومصلحت الاحصاء والمساحة المزالت موجودة ايضا لحد دلوقتي انشأ ايضا الجمعية الجغرافية عام 1875 في الجيش والبحرية اهتم بتنظيم الجيش وتسليحه ومضاعف قوته اهتم بنهضة التعليم البحري بشكل عام بعد ما كان طبعا كان اهمل بشكل كبير في العمران انشأ محمد علي الجسور والكباري من الجسور طبعا اللي عملها اصر عبدين اللي موجود لحد دلوقتي ايضا دار الابرة اللي موجودة لحد دلوقتي لعملها الخديوي اسماعيل مد انابيب المياه في الشوارع وادخل المياه يعني للبيوت وايضا الانارة بالغاز بعد ما كانت زي بالنار كده في وسائل بقى الاتصال مد الخطوط الطلغرافية اللي هي زي ما قلتلكم من شوية اللي هي الجوابات انشأ مصلحة بريد مصرية لها مكاتب فيسكندرية والكاهرة والاقاليم كلها الخدوي اسماعيل اهتم جدا بالاصلاح النيابي يعني اللي هي المجلس الشعب ومجلس الشورى مجالس شهدت مصر في عهد العديد من التطورات الدستورية انشأ هيئات شبه نيابية يعني بتقدم قوانين وانه انشأ مجلس الشورى النواب عام 1866 يبقى الى من تنسى بالاعمال انشأ مجلس الشورى النواب عام 1866 الخدوي اسماعيل مجلس الشورى النواب ده بيعد بداية للتأسيس بداية تاريخ المؤسسات النيابية في مصر الحديثة ادخل نظام الوزارة المسؤولة عام 1878 وهنبقى نتكلم عنها في نهاية الدرس عام 1878 وضع اول دستور في مصر عرف باللائحة الاساسية بهدف اقامة حياة دستورية في مصر مصر ما كانتش تعرف يعني ايه دستور الدستور هو كتاب كده او مجموعة من القوانين بتنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكمين اللي هما الشعب يعني ولكن اعاق تدخل الدول الاوروبية التطورات اللي امد في مصر في الوقت ده توسعته الخارجية محمد اسفل خدوي اسماعيل ام بعدة حمالات حربية للأقاليم الاستوائية يعني عند الاقاليم اللي موجودة عند خط الاستواء في افريقيا بسبب ايه بسبب انه هو يمنع تجارة الرقيق اللي هي تجارة العبيدة اللي كانت منتشرة في الوقت ده التوسع في الجنوب والسيطرة على مياه نهر ينيل بالكامل نفوذ مصر وصل الى ساحل البحر الاحمر بالكامل عام 1875 وفتكروا التاريخ ده انا لسه ايلام شوية انه هو انشأ فيه انشأ في النفس العام الجمعية الجغرافية طيب مساوئ عهده ايه مساوئ عهد الخدوي اسماعيل محمد الخدوي اسماعيل للأسف زادت في عهده بشكل كبير جدا الازمة المالية والتدخل الاجنبي في شؤون مصر مر بعدة مراحل بانه طبعا اول حاجة سياسة الاقتراض ان الخدوي اسماعيل اتبع سياسة الاقتراض من الدول الاجنبية للوفاء بالتزامات ومشروعات ومن اهم التزامات ومشروعات ودي مشروع طبعا قناة السويس اول حاجة عملها محمد الخدوي اسماعيل اسفق افتتاح قناة السويس افتتاح شركة قناة السويس اول قناة ده اللي تم في 17 نوفمبر عام 1869 تم الاستدانة من الدول الاجنبية بمبالغ كبيرة جدا وتم الانفاق على الحفل ده ببزخ شديد جدا وتم دعوة ملوك ورؤساء اوروبا اللي كانوا موجودين في العالم كلهم تالت حاجة من ضمن مساوئ عهده وازدياد الازمة المالية والتدخل الاجنبي علاقة الخدوي اسماعيل بالدولة العثمانية علاقة الخدوي اسماعيل بالدولة العثمانية كانت ايمة على الهدايا والاموال ان الخدوي اسماعيل بيبعت هدايا واموال بشكل كبير جدا للدولة العثمانية او بالتحديد للسلطان العثماني علشان ياخد منهم ايه علشان ياخد من السلطان العثماني فرامانات يوسع بيها نطاق حكمه العمل فيها ايه انه جعلوا رصة العرش الاكبر ابناء والذكور يعني كل اللي هيجي من بعد الخديوي اسماعيل هيكونوا من نسل اسماعيل وليس من نسل محمد علي زيادة عدد الجيش المصري اللي كان قل في وقت الامتيازات الاجنبية اللي زادت بشكل كبير جدا في عهد الخديوي اسماعيل الامتيازات الاجنبية اللي كانت موجودة في الوقت ده اللي منحتها الدولة العثمانية للرعاية الدول الاجنبية يعني انا مثلا شخص انجليزي فرنسي موجود هنا في مصر الدولة العثمانية او الحكومة بتديني تسهيلات او منح علشان اكون موجود هنا في مصر في مقابل ان انا اقعد واعمل تجارة وفي نفس الوقت الحكومة المصرية بتحفزلي على اموالي وارواحي وبتعطيني كل حقوقي طيب ما ظاهر زيادة تدخل الاجنبي ايضا في شؤون مصر المحاكمة الكنسولية المحاكمة الكنسولية ظهرت في مصر بعد ما زادت قبضة او نفوذ القناس الاجانب بمرور الوقت القناس اللي هما الصفراء اللي كانوا موجودين هنا في مصر علشان يحموا مصالح رعاياهم انا دلوقتي شخص فرنسي شخص انجليزي لي حقوق لي السفارة بتحمي مصالحي مدام انا موجود في دولة غريبة عني مش موجود في دولتي مين اللي بيحمي مصالحي السفارة اللي هو الكنسولية او الكنسول اللي هو السفير عشان كده ظهرت المحكمة الكنسولية دي بتختص في النظر في الجرائم اللي بيرتكبها الرعاية الاجانب يعني انا شخص اجنبي ارتكبت جريمة ضد شخص مصري او ضد الحكومة المصرية مين اللي بينظر فيها طبعا المحكمة الكنسولية طبعا مما سواقها احكمها ما بتستقنفش الا في الخارج ده كان بيدفع المصريين انهم يتنازلوا عن حقوقهم يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي عملت جريمة في شخص مصري انا شخص اجنبي اعملت جريمة في شخص مصري او الحكومة المصرية نفسها مين اللي بيصدر الحكم المحكمة طبعا الكنسولية دي في الغالب بتكون بتؤيد الشخص الاجنبي ده يعني اكيد مش هتؤيد المصري طيب انا دلوقتي مستأة انا مصرية ومستأة من القرار ده او القرار ده مش عاجبني هعمل ايه علشان استأنف او اعيد الحكم تاني لازم اسافر دولة الشخص ده واعرض هناك القضية بتاعتي وبيعاد فيها النظر مرة اخرى وبيتم اصدار فيها هناك الحكم عشان كده المصريين كانوا بيتنازلوا عن حقهم ايضا انشاء المحاكم المختلطة عام 1875 انشاءها الخديوي اسماعيل للحد من مساوئ المحاكم القنصلية اختصاصها بتنظر في اختصاصها الفصل في القضايا المدنية والمنازعات العقرية بين المصريين والاجانب بتفصل بما بين ايضا المنازعات اللي بتنشأ ما بين الاجانب والحكومة المصرية بس دي اختصاصاتها مدنية اكتر انا مثلا بتخنق مع انا اجنبية بتخنق مع شخص مصري علشان شقة علشان عقار عشان محل يعني حاجة زي كده مساوئها بيرأسها قضاء اجانب طبعا بيرأسها قضاء اجانب طبعا ده بيؤدي الى تدخلهم في سلطة القضاء التشريع المصري وطبعا بيكونوا منحزين للاجانب دي المحاكمة الكنسولية والمحاكم المختلطة طيب طالت حاجة من مظاهر ازدياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر في عهد الخديوي اسماعيل بعثت كيف الدول الاوروبية وبالتحديد انجلترا او بريطانيا كل شوية طالب الخديوي اسماعيل بالفلوس او اللي هو كان بيستلفها منهم طيب الخديوي اسماعيل بيقول لهم انا معيش ان انا ادفع فلوس طب ما تبعتولي حد يكون كده كفء من عندكم موظف كده يبارشر الاوضاع المالية يمكن يعني احنا مش عارفين نبعتلكوا الفلوس بتاعتكم مش عارفين نسددلكوا الكروض اللي احنا خدناها ما تبعتولنا كده موظف من عندكم وبالفعل الحكومة البريطانية بترسل موظف كفء لدراسة اسباب سوق الاوضاع المالية في مصر وبيقدم مقترحات الشخص ده الموظف الكفء ده وفعلا بترسل بعثة برئاسة الميستر كيف الكلام ده عام 1875 البعثة دي اقتراحتها ايه انشاء ادارة للمرأبة المالية بيرقاسها موظف انجليزي وبتقول كمان البعثة دي ان الخديوي مش هينفع انه هو يعمل اي كروض او مش هياخد اي كروض من غير ما يرجع للإدارة الانجليزية او الا للحكومة البريطانية عشان ياخد موافقة انه هو هيستلف فلوس او هيعمل قرض من دولة اخرى طيب صندوق الدين ده احد مظاهر ازيادة تدخل الاجنبي في شؤون مصر صندوق الدين ده هو عامل زي خزنة كده موجودة في مصر كانت في مايو عام 1876 برضو الخديوي اسماعيل بيصدر مرسوم بانشاء صندوق الدين ده بيتولى ادارة الصندوق ده موظفين اجانب منتدبين او بعتاهم الدول المدينة الدول اللي ليها فلوس عندنا وبالتحديد انجلترا وفرنسا دول اكتر طبعا دولتين كانت مصر في الوقت ده بتستلف منهم مهمة صندوق الدين ده تسليم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المختلفة وتزددها لاصحابها هي بمسابة خزانة فرعية كده للخزانة المصرية وده سؤال بيجي اخته بما تشير الي العبارة بتعتبر بمسابة خزانة فرعية للخزانة المصرية وهو صندوق الدين طيب المرأبة الصنائية المرأبة الصنائية هو اقتراح اقتراحة الدول الاوروبية فرض الرقابة الاوروبية على الحكومة المصرية او على ماليات الحكومة المصرية او على الفلوس اللي بتيجي للمصريين وبتخرج من ايد المصريين يعني الاراضات والمصرفات يعني لازم حد كده من الدول اللي ليها عندنا فلوس اللي هما طبعا انجلترا وفرنسا هما اللي يبقى مسكين الاراضات والمصرفات لمصر من شدة التدخل الاجنبي في شؤون مصر اضطر طبعا الخديوي اسماعيل انه يصدر مرسوم بتعيين مرأبين اجنبيين على المالية المصرية واحد بروطاني لمرأبة الاراضات والتاني فرنسي لمرأبة المصرفات وده عرب بنظام المرأبة السنائية سادس حاجة معاية لجنة التحقيق العليا الاوروبية مع ازدياد سوق الاحوال المالية وصعوبة تزديد الديون دي زادت التدخل الاجنبي وزادت حدته وزادت الامور المالية في مصر سوقا ده ادى للمطالبة بانشاء لجنة دولية للتحقيق في جميع الشؤون المالية والخديوي اسماعيل بالفعل بيستجيب وبيصدر مرسوم بتأليف لجنة والموافقة على مطالبها واهمها بتقول اللجنة دي لجنة التحقيق العليا الاوروبية دي ان الخديوي اسماعيل لازم يتنازل عن الحكم الابنه طبعا توفيق وان الخديوي اسماعيل ده كمان لازم يتنازل عن كل اطيانه واطيان علته مقابل مخصصات مالية هتصرف لي يعني زي مصروف هناخد منك كل املاكك وهنبقى نديك مصروف علشان تسدد لنا الفلوس اللي انت استلفتها مننا ما احنا عاوزين فلوسنا ترتب على ده ترتب على قرارات لجنة التحقيق العليا الاوروبية ان الخديوي طبعا بيوافق وبيتنازل عن السلطة المطلقة لوزارة مسؤولة فاكرانها اللي انا كنت اتكلمت عنها الوزارة المسؤولة اللي انا كنت ذكرتها في اول كلامي الوزارة دي هي اللي بتتولى املاك الحكومة المصرية وبيتنازل الخديوي عن كل اطيانه واطيان عائلة مقابل مخصصات مالية بتصرف ليه بيتم اصدار او ما يعرف بعد كده اخر حاجة بالوزارة المختلطة عام 1878 مناء على اتفاق ما بين بريطانيا وفرنسا دي الدول طبعا اللي لديها عندنا فلوس او اموال اصدر الخديوي اسماعيل مرسوم بتأليف وزارة مسؤولة الوزارة المسؤولة دي برئاسة شخص اسمه نبار باشا يبقى مين اللي ألف الوزارة المسؤولة نبار باشا وبها وزيرين اجنبيين واحد بريطاني للمالية وفرنسي ايضا للاشغال كبديل يعني للمرأبة السنائية يعني المرأبة السنائية تلغت اه تلغت ما بقتش موجودة بقى بديل لها الوزارة المختلطة وبالفعل الخديوي اسماعيل بيتم عزله في يونيو عام 1879 وبتعارض عرضت الحركة الوطنية الوزارة المختلطة دي وشجعت على عزل الوزارين الاجنبيين عن الوزارة واعيدت المرأبة السنائية يعني مش كان فيله في وزارة المسؤولة اللي بيرقاسها نبار باشا دي واحد وزير بريطاني واحد وزير فرنسي واحد للمالية واحد للاشغال لا تم اعادة مرة اخرى تاني المرأبة السنائية لان كان في حركة وطنية كان في يعني زي صورة كده بتقول لا احنا لازم نرجع المرأبة السنائية مرة اخرى اصدار مرسوم في ابريل عام 1879 بتسويت كل الديون تبقى للي هتشوفه اللقاحة الوطنية يعني زي الحكومة كده وضغطت بريطانيا وفرنسا على السلطان العثماني وارسلت فرامان لي وقالت له لازم تخلع الخدوي اسماعيل وتولي ابنه توفي الكلام ده كان عام 1879 وبكده انا اناهيت مع حضراتكم الدرس الاول في الوحدة الرابعة خلفاء محمد علي وازدياد النفوذ الاجنبي اشوفكم على خير باي باي